نروح للحالات مشير للحالات بقى واحدة واحدة كده وهقولك بص بص هناك رجع 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 بص رجع رجع عشان هنهاربني على دي بعد كده كل اللي بعد بص كريم مروانة عطية في اي حتة من ارجاء الملعب في اي حتة من الملعب ساكند بول كرة تانية في اي حتة من الملعب ضغط قطع مسارات الكرة يحضر مروانة عطية في اي وقت من الاوقات شبيه لكن عنده بعض النقاط المختلفة لقليوت يونجل في النادي الاهلي كم كم بص دخل هو داخل واخد الساكند بول التصرف دايما راسه مرفوعة الناس تركز على مروانة عطية يا كريم في كل اللقاطات راسه مرفوعة عنيل فوق ما بيعابش الكرة وعالأرض بص يا كريم الضغط راجع فين راجع لحدود التمنتاشر بتاعته بيستخرج ويطلع بالكرة بص اللي بعده تمريرة سليمة لقدام بس ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع ارجع بص يا كريم قطع مصاري الكرة قلتلك بفرقة اتحاد سكندري واللي بيرجع الكرة بسرعة مع منوروبيتش دايما مرى هونا عطيها كم كم قطع مصاري الكرة والخروج تمريرة سليمة كالعادة دايما انتي بص على مرى هوة عطية تمريرة سليمة بص قطع مصاري الكرة تحرك يقطع الكرة ويتحرك بص يا كريم هنا بص بقى جمال الكرة دي واحدة من افضل الحالات اللي احنا جايبنا الارضا لمروان بص مروان طلع من على الخط ربنامش لعيب خط بيخش بيبوش بيكمل ومع كل ده باص عظيم اسست جول او عنده ميزة في الكام حلقة او في اللي شفته في الدولة بصراحة ما بيقلفش لا ودايما في الرجل ودايما عني الفوق عشان يحط الكرة في نفس الكرة بيطلع على الخط بيديك حل يا كريم بص 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 باص وحركة ودا اللي كنا بنشرحه في طريقة لعب مرس الكولر دايما بيدور على العيب وسط الملعب يعمل الباص ويتلعب الحركة بص يا كريم اسست جول لو اللعب رأى عملها جول بص في وسط الزحمة بتاعت المقولين سبع لعيبة باص واحد ضرب بيه سبع لعيبة اللي بعده اللي بعد بص بص يا كريم عنده معدل الترنات والخروج بالكرة في مقصة الملعب ممتاز بعدها بصها صحيح استلامة كمل كمل بص الخروج ما عندوش مشكلة في الضغط ابدا ما عندوش ادنى مشكلة في الضغط وبعدها بسرعة تمريرة صحيحة لعيب يتمنى اي مدير فني في الدوري المصري مش لانه لعيب سوبر لانه بيعرف يعمل كل حاجة في وسط الملعب ده بيرقص كمان ده الجول اللي احرازه في طلع الجيش بص كريم بص بص التحرك سيبك بص البنتريش انا عايزك توقفل الانواق لا رجع 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 بص كريم بص كريم ده لعيب مركز تمانية لا هو مهاجم ولا هو بلاي مايكر ولا هو جناح بص البنتريشن والتحرك بدون كورة هو ده رأس ماله في الجزء الامامي التحرك بدون كورة والمساح استغلال المساح ماشي ما بيقوله طبعا بص الرجع راح ما تخضش ابدا من ضغط المدافع ولا الحارس دخل بمنتهى الهدوء عدة وحطاه اللي بعده اللي بعده بص كريم تاني ما عندوش ادنى مشكلة في الضغط هنا انت بتتكلم على لعيب موجود دائما تحت ما هو اللي هيسدد مش هو اللي شاط بصك مش هو اللي عمل باص وده اللي انا بقوله لك معدل التزديدات يا كريم سبع تزديدات على المرمى خلال الحداشر مباراة الاولى بمعدل من تزديدتين لتلاتة اجمالا في كل المباريات اللي لعيبها نادي للتحاد السكندري اللي بعده الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها التزديدة في مباراة اخرى بصك هتلاقي هنا هو مسدد كرة من المواجهة هتلاقي الكرة اللي بعدها الراجل هيخش ما عندوش مشكلة خالص هيعمل الفنت تزديدة اللي بعده اللي بعده اللي بعده مكمل مكمل على كورته مكمل كمان كمل كمان اللي بعده اهي دي الراجل مكمل بص الحد فين مكمل في دار احمد عادل ميسي وما بلوله يدخل ما عندوش ازمة ما عندوش ازمة اي مكان في الملعب محتاجني هتلاقيني ده اللاعب لقم تماما موادل على ابو لك يا كريم كولر بيدور وده تصويبه تانية كولر بيدور على لعيب متكامل تاني انا قلت مراوان عاطية هو اللاعب المتكامل مش عشان هو احسن لعيب في المزيشن ده مش المزيشن ده لكنه الافرج يبتاعه الافرج يبتاعه في كل مهارات لعيب خطه الوسط مركز تمانية افرج ممتاز بالنسبة للمراوان عاطية صفقة كبيرة جدا وخلني اقولك هي الصفقة الاهم للنادي الاهلي مع صفقة المهاجم طبعا كريستو صفقة مهمة جدا لايب بروميسنج خرد عبد الفتاح لايب مهمة جدا بعد يصابة اكرم توفيق لكن الصفقة الاهم للنادي الاهلي في ظل وجود فقط الثلاثي بشكل اساسي عمري السولية حمدي فاتحة اليو ديانج صفقة مران عاطية صفقة مهمة جدا للنادي الاهلي اذا ما تمت رسميا قدر